اهلا بحضراتكم في كل مكان موجودين معاكم من مدينة العالمين الجديدة احد اهم واحدث الوجهات السياحية على شاطئ البحر المتوسط هنا مصر هنا الفنون والثقافة والسياحة والطرفيه وتحديدا من قتير ريجل هايت في العالمين الجديدة في حضرة احد اهم والمع الاصوات الجبلية القوية الحنونة في نفس الوقت اللي في سن صغير اصبح واحد من اهم السوبرستارز في الوطن العربي كلنا بنحب اغانيه وبنغني معاه وبنحلم معاه رامي عياش مساء الخير منورنا اهلا بيك في موسط شكرا على محبتكم وعلى استقبالكم حلو دايما شكرا كان عندي انترو كبير عايز اقوله واغاني كتير عايز اقولها ومنور العالمين وسعيدا ان انت موجود اول مرة في العالمين وعايز اعرف انطبعاتك عن المدينة تحفي حلوي كتير حبيتها من قلبي حبيت الاعمار اللي عم بيصير فيها بشكل ملفت بصراحة الاماكن اللي عبتنبنى يعني انا I wish you all the best ان شاء الله بتصير من المناطق الريادية بمصر الوطن العربي ان شاء الله ستوديو الفن والبداية وبقيت سوبرستار ونت عندك 16 سنة ده غير ازاي فرامي عياش وكان الناس حواليك بقى يعني عاملين ازاي 16 سنة ده بدري شوية ستوديو الفن مش صح يا اول على فكرة بس ده كان قدرنا وده ربنا هو اللي كاتبه والحمدالله اكرم علينا في كل خير ولسه مستمرين لحد دلوقت بالاصول يعني بالخط اللي بريحنا ما تبعنا موجات معي يعني ما عملنا شي خارج عن ارادتنا وحبنا للفن بقينا على نفس الاصول ونكملين الحمدالله اني عندك ستايل في المزيكة شوية نقول ده الفن القديم الأصيل ودي عصافي وشوية نلاقي مزيكة مختلفة وتجارب موسيقية غريبة عندك ماكس كده زي ما كنت بقول ما سيبتنيش اكمل كلامي صوت جبلي قوي في نفس الوقت صوت حنين جدا المكس ده ابتدت ازاي ناشئته كانت عاملة ازاي زي اطلع صوت رامي عياش هدير بحب هيدا المكس لما بيقولولي انت طرى بشعبي وبذات الوقت بتغني اوبرا لما بدك تغني اوبرا وبذات الوقت بترقص لما بدك ترقص هيدا الكمبينيشن انا كتير بحبه بشخص بعمري واليونج جناريشن كمان بحب هيدا الشي وبحفلاتي بتلاقي فيه سماعة بتجي بتسمع طرب هيدا الشي بالنسبة لي حلوة تجمع كل انواع الناس يلي بحب الطرب بيقدر يلاقيه فيكي واللي بحب يرقص بيقدر يلاقيه فيكي واللي بحب الاوبرا وضخامة الصوت بيقدر يلاقيه فيكي كل حد علمك الموسيقى وهي كانت بالدندن معاك ازاي شايف موضوع اهتمام الاهل بالمواهب منه صغرهم يفرق معاهم مفيش اهتمام اهل مفيش وصول للشخص وحتى لو وصل رح يوصل بيتعب كتير كبير ومن غير بركة بتحسي الدعم الاكبر من اهله مش موجود بتمنى على كل الاهل انه نشوفه فيه موهبة مش ضرورية فن رسم فن غنى عزف انه ندعموها للاخر عندك تجربة انسانية رائدة الحقيقة عايش للطفولة عايزك بتحكي للناس عنك عايش طفولة صار عمرها 16 سنة تقريبا هي من اكبر الجمعيات يلي بتعلم الاطفال مجانا في لبنان وصلنا لألفين طفل تقريبا ونحنا محظوظين انه الحمدلله كل الفن بيعود رايعه انا الانكم من الفن للجمعية هايدي من من 14 سنة تحديدا يعني لحديث اليوم وان شاء الله مكملين فيها دائما النشأة في لبنان على وجه تحديد البلد الصغير بالمساحة لكن كبير بناسه وبرموزه وبأهله وبالفن فيه عيشت اكيد في الحروب وعيشت جراح كتير في لبنان ازاي اصارت في رميعي اشوف تكوين الفني والانسان زي زي اي لبناني اليوم كنا بالسيري مع استاذ بحسن جابر انه قداش اللبناني يتحمل وقداش ندعك بالحياة وقداش صار عنده تجارب وقداش بيقدر يتخطى الصعاب بطريقة مبتكرة جدا فانشالله بيرتاح الشخص اللبناني وانشالله بيرتاح الانسان العربي بشكل عام بتحضر ازاي بقى الموسم الصيف يعني الصيف والحفلات وانطلاقة كبيرة طول الصيف ولسه احنا الصيف مكمل هنا خصوصا في مصر انت عارف احنا بنقفل متأخر شوي عارفت بصراحة مع انه انا بجي عمصر من خمسة وعشرين سنة بس دايما فيه انه ما شاء الله بيسهروا كتير وبيحبوا السهر كتير شوي انا بلبنان بطلع بدري على المسرح وبخلص بدري وبسحى بدري بس هون بمصر تعودنا طبعا على السلام ان شاء الله بيضلوا انفرحانين ومبسوطين وبيهيسوا وبيفرحوا وبيسهروا شو بدنا احنا من هذا حفلات في مصر ليها مضاق مختلف تفاعل الجمهور المصري معاك وفي الوطن العربي عموما كل الناس بتحب رمي عايش تحب اغاني رمي عايش وانت لسه حلوين حلوين مكسرة الدنيا فبدا بقى شايف ده ازاي ببقى فخور فيه يعني لما بتروحي على لبنان بتلاقي مثلا حب الناس لقالك هذا شي بيفرح لك قلبك بس انا الي وقت طويل انا بمصر وبحس حالي مصري صدقيني يعني انا بحس حالي مصري بمصر لانه بيتعاملوا معي على اني ابن البلد وبيحبوني هيدا الحب الحقيقي والحب متبادل طبعا فهيدا شي بفرحني كتير وبيعطيني حافز دايما لأعطي اكتر وبحب انهم بيميزوني انه انا شخص بقدر غني طرب بس بذات الوقت بنقدر نعمله بستايل يونج جنريشن والشعب المصري بعده سميع هدير صدقيني بعده سميع كتير ومتمسك بالطرب ولكن طبعا الفن موجات فيه موجي بتروح وموجي بتجيه بما انك تكلم عن الشعب المصري اكتر حاجة بتلفت نظرك فينا ايه وبتاكل اكل مصري ولا لأ لما تجيه شوفي انا اكلي خضرة كتير يعني متجه للأكل اللبناني اكتر اذا بدك يعني مش بالضرورة صحة بس بحب انا ابن جبل لاني انا كل شي زيتون وزعتر وروكة وخضرة وبنادورة وطماطم يعني هذا اكلي انا بحب كتير الاكل الجبل بعيدة شوية عن الاكل المحشي وهيك بس طيب كتير يعني حلو انكلت ملوخية وحمام وليس طبعا بموت فيهم انا كل اصحابي بمصر اول ما روح اول حاجة بعملوها الملوخية والحمام يعني بحبهم بس مش على دايلي بايس زيان براي انت عملت اكتر من 11 الالبوم ما شاء الله ويمكن اكتر من 200 سنجل وبتصور فيديو كليب لحد دلوقتي ولو ان مش كل الناس لسه بتصور فيديو كليب انت اخر حاجة مصورها حلوين حلوين شايف ازاي السوق الموسيقي دلوقتي بيستقبل الالبومات والسنجل والفيديو كليب انا بعمل اللي بريحني وبعمل اللي مقتنعة فيه لو دايما كل واحد فيني عايز يشوف بيحصل ايه بره وعايز يلحقه الناس حتتدمر لابد من الاشياء السابتة اللي عنا ايها اللي ما منتخلى عنا ابدا واللي مقتنعين بيها انه فيه ناس جمهورة وفي لائلة ومستمر معا ان احنا بنعمله بس نلحق ايه الترند مش معايا دي بس انت عملت حاجات كالترند لسنين كتير جدا خلقتها بس ملحقتهاش عملت ترند في الفيديو كليب الفيديو كليب بقلبي مال كان اول فيديو كليب جريء لرجل شرقي في الوطن العربي كان اذا فكرة قلب مال كان فيه شاور اوتسايد اوتدورز تواز توبلس شعر مفركش ما كانش دارج انه الفنان ما يطلعش مترتب يعني ودقني طالعه فكان اول حالة بتحصل وحصل عليه مشاكل كتير اصلا واتمنع اسبوعين وبعدين رجعوا ورجعوا بحب الفيديو كليب بحسوا قصة مصغرة عن الاغنية انت كمان بتهتم بمسألة المظهر والاناقة واعتقد اخدت مع مجالة سيدتي سنتين واربعد ملك الاناقة ببيروت مذكرة هادير انا بحب الترتيب ما بهمنيش الفاشن يعني ملحقش الموضة بردو عشان اقول كده بس هنزعل دليدا عارف 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 لا الستات ليهم طبعا تقصهم واعمالهم والرموضة بتاعتهم انا دائما اعتقد انه الرجل هو في ترتيبه في الالوان الهدية اللي بيلبسها يعني حلو الرجال يكون مرتب ما بعرفشو يعني بالمصري بس متهندم يعني متهندم انت فعلا كده جيت مصر كتير طيب كمان عايزة اسألك عن الديوز وانت عملت كذا ديو قصر الدنيا مثلا احنا بالنسبة لنا الناس الريئة العدوية ومتهالي مش بس بالنسبة للمصريين تقصرت الدنيا اللون ده وعدوية ما كانش بيغني غير مع ابنه وعملت الناس الريئة وحتى المزيكة فيها كانت مختلفة عن الشكل الطبيعي بتاعها انا محظوظ طبعا انه عملت هايدي المشاركة مع السيد احمد وطبعا هو انبسط فيها كتير لانه كان له فترة ما كانش عامل شغل او عمل فني بس ربنا اراد انه يكون العمل ناجح ونحنا اشتغلنا عليه بصراحة هذير يعني من قلبنا وانا اخترت احمد عدوية لانه اللون الاغنية دي لايق على صوته كتير وانا بحب التربي لشعبي فكانت توليفة حلوة يعني انا اصلا فكرة الديو بحبها انا بحب الجوين فانتشر بحب المشاركة بالعمل بتحضر لأي داي جديد؟ عندنا ثلاثة ديو مع بالالبوم الجديد حد مصري هسيبها مفاجأة بس هقوليك بعدين يعني من اول ناس رح تعرفي ان شاء الله وحد عربي وفيميل اردست بتشوف الديو دا نجاحه بيكون ايه العنصر فيه ايه اللي بيشد الناس للديو بيخليها تعيش كمان وقت طويل يعني دلوقتي بحب نتكلم عن الناس الرائقة فيش حد مش عافظه يمكن الناس تعبت شوي من شكل الصوليست عايزة تشوف مجموعة من الناس مع بعضها عايزة تشوف شو بيقولوا الميكس هيدا حابين يشوفوا الميكس بين الفنانين خصوصا بالناس الرائقة شافوا ميكس في العمر شافوا ميكس في الصوت شافوا ميكس في الأداء وشافوا ميكس بنوع المزيكة عمرك طويل سو هيدا كومبينيشن حلو كتير انت عارفة انه بتشتغل على كل حاجة بنفسك بتدخل في حاجات في الألحان يمكن معظم الألحان الناس ما تعرفشونها ألحانك انت قصا عواد وبياناست الميكس دا ايه ازاي بيساعدك في شغلك ولا الناس بتحسن انه بتدخل معهم في الشغل لازم اتدخل ما انت كنت بساعة بتقول لهم الكادر كده وليل مش عارف ايه لازم واحد يتدخل بشغله حتى لو التيم اللي حواليه كان بروفاشنل وفاهم بس حلو يتدخل بشغله لحتى يكون صادق وعنده بصمته والناس يصل لها الاحساس دا حقيقي رامي عايش بيسمع ايه؟ ايه المزيكة اللي انت بتسمعه؟ انا اول شي افقام ما بسمعش تقريبا من عشر سنين حتى في محطات ازعية في لبنان معرفش انها موجودة اصلا بصراحة مش تقليلا لا سمح الله بس ملتزم شوية بالكلاسيكس اللي انا ربيت على يون ملتزم بالرحابني ملتزم بكلاسيكيات بتهوفن وموزار بحس كل ما سمعت هالنوع من الاغاني كل ما صار عندي وسع اكتر ببالي بالمقامات وبالهارموني وبالدبث تبع الموسيقى ما بحب الموسيقى تكون صدحية ومش بتحس انو دا مثلا يعني فيه انواع موسيقى معينة بقيت مهجودة جديدة انت مش ابدأت بها يعني بسمعها بالحفلات بسمعها وانا موجود بس مش بستقصد ان اسمعها بصراحة بسمعها من نجاحها وبحب وبالعكس نحنا عم نعمل خليني معاك نحنا عم نعمل مبروك مبروك تعرف عندنا هنا في مصر اللي مش بيشغل مبروك في الفرح كأنه ما تجوزر نشيد الافرد نعيد ذات مينز انو انا بحبلك لسيكة بس انا يعني مويكة بالعصر كله بيبقى عندك يعني اي استعدادات خاصة قبل الحفلات ايه بيخلي مودك حلو قبل ما تطلع الحفلة عندك روتين معين قبل الحفلات بتعمله يعني بحياتنا ما بقى في روتين معين او لانه بوقات مثلا مش بالحسبان تعملي مقابلي مثلا قبل الحفلة شكرا شكرا يا رو قصدي مش قصدي يعني مش متبرمجة كل مرة حاجة حاجة مختلفة عن التانية بس ميبقى الصلاة واللي هدوء قبل الحفلة لانه في ناس بتحبك مسئولية كبيرة بديك تقدميها على المسرح طب عايزة كمان اعرف علاقتك بقى جو البيت عاملة ازاي بالناس انت اب عامل ازاي عندك ارام يعني احكيلي بتعمع البنات ازاي يعني ارام وآيانا وآلارة الله يخلي ولاد الجميع بس انا بحاول قدمة فيه للوقت للعائلة يعني العائلة عندي شوي اولوية على كل شي يعني من فيهم بتحسوا شكرا انا مش هسألك قلب لانه انا متأكرا ان انت اكيد بتحبهم كلهم وده سؤال بيبقى صعب مين فيهم اكتر حد انت بتحسوا انه واخد من رم الله تسألي دليدة بس انه انا سواسية يعني مع الكل ما عندي تفري سبحان الله بس البنت اوقاتي ممكن بتاخد قلب بيء اكتر انا هي بنت بقى انت كمان عندك بنتين ما شاء الله ثلاثة دليدة معهم برضو يبقى دليدة اكيد الاقرب مش محتاجين ان يسأل ازاي بتدعمها في شغلها انا هي عارف انها كمان هي كان عندها فاش نشوف مصر السنة اللي فاتت وانت كنت موجود كان عندها كتير ثلاثة اربعة قريبا انا دايما موجود يعني انا الدعم الاكبر لدليدة انا اخوها واقوها وزوجها وحبيبها وكل حاجة في حياتها ومدير اعمالها وكل شي بتاخد رأيي بكل شيء بحب اني ادعم الانساني تكون عاملي بالمجتمع ويكون حياتها مش بس بيت يعني واهتمام فقط بالبيت لا اذا قادرة تنسق بين بيتها وبره انا بشجع هيدا الموضوع انا بيهمني انه الانساني تكون عب تشغل دماغها بكتير امور وعب ساعدها بنجاحها وعب دلعها بنجاحها واحتفل بنجاحها انت يعني جوزت متأخر شوي؟ انا باعتقد انه هذا السن المنطقي للرجل او للشاب انه يتزوج مش اصغر من هيك مع احترامي لكل اللي عملوا هدي التجارب لانه ممكن يكون وصل لمرحلة من الوعي او الحكمة اللي بيقدر ياخد قرارات معينة بيقدر يعيش الانساني اميرة بقراراته مش لانه هو ورد من ابوه قادر يعيشها اميرة لازم عايشها اميرة من ورا خبرته مش من ورا هو عنده ايه فاعتقد هيدا السن شوي مقبول انه الانسان ياخد هاي خطوة موضوع ماروش علاقة بالنجومية ولا بالفانز ونس يعني شوية الفانز يبقوا عايزين الفانان دايما طول الوقت شايفينه سينجل انا ما بتذكر بيحد يعني انا الفانز بالنسبة لقلي بحبهم لازم يحبوني متل ما انا بس هيدا بصراحة اخر تفكير عندي انا العيلة بالنسبة لقلي مقدسة وهاي كربيت اذا في حدا ممكن ما يحبك لانه صار عندك عالي هيدا شأنه بس انا فنان برات البيت وزوج واب جوات البيت حد من الولاد انت شايفين موهبة فنية او شايفين كلهم بحبوا الفن يعني ارام بحب لي بيانو ايانا بتحب لي بيانو البيبي الارا بتحب تصرخ كتير يعني كله بحب بحب فن بعمرها يعني بحبوا اجواء الهيصل بيحضروا حفلاتك بيسفروا معاك احيان ارام عم بحب كتير يكون معي بالستوديو عم بحاول شجعه يعني مش شجعه عم بحاول انتبه اذا هو بحب الفن او لا مش هوقفه مش هقوله لأ حشجعه والباقي علي طب عايزين تكلم عن موسم الصيف وحفلات الصيف انت موجود في العلمين وعندك ايه بعد كده علمين في بعض الساحل الاول شهر الجاي حفلتين وفي حفلة في كايرو كمان رح تعرفي عنهم كلهم عندي افرح كتير في مصر كتير يعني هدير نحنا تقريبا بالشهر عندنا ثلاث افرح في مصر مينموم طب عايزين للأفرح عليك يا رب ان شاء الله يظلوا المبسوطين وبيسعدني ان يكون انا جزء من فرحة هالناس بهيدا النهار بالذاتي يعني بحب هالميموري نصنعها مع بعض وعندنا حفلات بالاردن كويت ابوضابي تونس عراق لبنان فرنسا عنا برمي كبيري طيب كمان فنيا عايز اعرف انت بتحضر لايه في الالبم الجديد هتصور حاجة تانية انت صورت حلوين حلوين عنا 8 اغاني هلق رح تنزل تباعا انا ومزيكة ابتداء من الاسبوع الجاي ان شاء الله فيديو كليبس ايه فيديو كليبس بينهم اكيد صورت قدقية يعني هزينا حاجة اكسكليوسف كده صورت اتنين اول امباريح صورت التاني اااااا وحينزل قريب يعني هو تصور بطريقة عفوية جدا 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 لأول مرة في حياتي يعني انت بتعرفيني انا منتظم شوية بموضوع فيديو كليبس اتصور بموضوع عفوي جدا رح تحبه ان شاء الله الجديد يعني في الفيديو كليب ده موضوع عفوي ده حاجة جديدة طب هتشوف هتشوف ان شاء الله فيش أي حاجة إكسكليوسيف عن الموضوع؟ طب إيه الأغنية اللي تصوارت؟ أغنية من كلمات محمد رفاعي وألحان جون ماري رياشي وتوزيعون ده بتكتب كمان يا رامي شو؟ طبعاً طبعاً أكيد أنا أغنياتي تقريباً بالتسعين بالمئة مشارك بكتبتها إذا أنا ما كنتش كاتبها كلها ومشارك بالألحان بكل الألحان اللي بعملها بحب يعني ده المفروض هلأ فيه أغنية أغنيتين تخديها زي ما هي بس بشكل عام في حد معين جيل كبير جيل صغير تفكر تعمل معا دي يعني اختيارك العدوية كان اختيار ملفت ومختلف في حاجة شبهها حاولوا يقلدونها كبير بعدين بس هو الموضوع مش ده نجاح كبير على فكرة بس مش موضوع اختيار يعني مش موضوع أنا عايز أعمل ديو مع حد عشان ينجح هي توليفة كده فما ينفعش تصنعيها لازم تخلق زي ما هي فكل صنعوها من بعدي ما نكحتش عشان مش مش حقيقية أنا وعدوية كان الموضوع حقيقي جدا هو كواليس موضوع عدوية ده جزي كنا بنسمع أغاني أنا وأستاذ محمد يحية بوجه له تحية فسمعني تقريبا تسعة أغاني قلت له مش ستايل اللي أنا عايزه فكنا منمشي فكنا منحضر العربية وهو قال لي هو أخد العودو بدندن مش كل من جاله في يوم إرشين الزهر كان عاملها لمطرب فعايز ينكزه شو بتقوله أنتو يعني عايز يوسنده رسالة شو يعني يقول له مسج يعني يقول له مسج مبطن يعني فالزهر كان عنده صديق هو من الفنانين اتغر وما فقال له مش كل من جاله في يوم إرشين زيادة ونام على فرشين هيتملعب خلافنا معاك مفيش موضوع غير أنه شبع من بعد الجوع فعلا هنا بيوجه رسالة معاينة لحد معاينة هنا في مصر بنقول كده قلت له أنا عايز ده قال لي فعلا ما أنت كلاسي قوي وبتغنيش وقلت له أنا عايز الموضوع ده ولازم نعمله مع أحمد عدوية بس نكمله في أغنية كده وتواصلنا من خلال أستاذ هاني محروس حبيب قلبي هاني ميب تحييل إلك من خلاله لأستاذ أحمد مفيش أسبوع سجلنا الأغنية بصراحة وإحنا بنتكلم عن الأغنية ونصير رائعة قارب فيديو كليب لقلبك إيه لو يعني ده سؤال ينفع السيد عب عشان واقعي جدا وحقيقي ما فيهوش لا تكلف ولا تصنع ولا أبدا إحنا رامي تشرفنا من أنت موجود معنا النهاردة ومبسطين أنت وجود في العالمين وإن شاء الله تكسر الدنيا في الحفلة وتشوفك تاني في القاهرة وتشوفك تاني في العالمين شرفت يا هدير شرفتوا جميعا بتمنى لك توفيق لبرنامجك وأسعدتيني شكرا 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 شكرا